قمة مصغرة النهاردة هي الجولة التانية أو القمة التانية من نوعها اللي بيتولى رعايتها وبيدعو ليها الاتحاد الافريقي والنهاردة كان فيه تطورات مهمة ولفتة جداً في الملف ده أولاً إنه الإنكار والنفل والكلام اللي تردد بشكل رسمي وغير رسمي واعتذارات على مدى الأيام أو الأسبوعين العشر تيام اللي فاتوا تحديداً بخصوص هو المرحلة الأولى من السد النهضة اتملت ولا ما اتملتش النهاردة الطرف الإثيوبي أقر بالمسألة دي أقر على مستوى الرؤساء اللي كانوا بيحضروا القمة طبعاً برضو عن طريق عن بوعدة وعن طريق الدوائر التلفزيونية رئيس الوزراء الإثيوبي أقر بأن المرحلة الأولى من السد تم ملقها لكن برضو كان فيه إشارة أو تأكيد أو نوع من التبرير سميها حضرتك زي ما تسميها أو حضرتك تسميها زي ما تسميها لكن بتكلم عن مستوى الرسمي أنه كان فيه إقرار إثيوبي النهاردة ورئيس الوزراء الإثيوبي قال إن العامل الطبيعي أو هطول الأمطار وده بشكل حقيقي يعني ما نقدرش نقول إنه وش حقيقي لا هو بشكل حقيقي كل الأبحاث وكل الأوراق اللي بتتابع والمراكز اللي بتتابع حكاية دي في العالم قالت إنه مدام ما تمش بشكل مباشر من تشغيل السد ولكن بسبب موجة أو بسبب موسم الفيضان لكن المشترك أو اللي تم الاتفاق عليه أو اللي نقدر نشاور لحضراتكم بخصوصه أو نحدده في البيانات اللي خرجت من الأطراف هو إنه في جولة تانية وإنه الاتصال أو التفاوض لم ينقطع وفقا لمعلوماتنا وده اللي خرج برضو من رئاسة الجمهورية إنه النهاردة رئيس الجمهورية كان رئيس سيسي كان بيؤكد للمرة مش عارف الكام يعني ولكن هي دي هو ده المنهج المصري اللي بدأ من لحظة ما كمان اتكلم عنه السيد الرئيس الجمهورية في الاجتماعات الخاصة بجماعة العامة لأمم المتحدة وهو إنه التأكيد على مستوى التفاوض أو على مستوى الدولي على مستوى العالم الرغبة المصرية في التعامل مع كل النقاط الخلافية وإنه فيه رغبة حقيقية علشان يتم الوصول الاتفاق يرضي جميع الأطراف إنه زي ما قال النهاردة في البيان اتفاق عادل ومتوازن لكن في جولة تانية كل الأطراف اتفقت على إنه هناك جولة قادمة للتعامل مع الملفات دي أما أنا على التليف